موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حصة قصد بنا روك الكوريات السحرية اليوم أختي المشاهدة إن شاء الله نخدم معك هذه سلة الفاكهة لإنجاز هذا النموذج لدينا الأدوات التالية لدينا عقش من نوع ياسمينة متوسطة للحجم ميقص وخيط الصيد 0.7 مم نبدأ على بركة الله نصبقوا نقطعوا الخيط هذا النموذج ندخلوا 6 حبات من العقش في خيط واحد ثم نثني الخيط على ثنين طريقة المعتادة هكذا سوف نقوم بها هذه الحبة الأخيرة الي راهي هنا نعاود ندخل فيها الخيط بهذه الطريقة تتكون عندي هذه الفتحة الخيط المقابل نعاود ندخلها هنا بمجرد ما ندخلوا نسحب كامل الخيط إلى الأعلى تتكون عندي هذه العقضة نوصلها إلى الوسط مدام تكون عندي 6 كريات من العقش طريقة العمل هي نفس طريقة العمل لواقع الحرارة في كل حبة نخدمه 6 حبات من العقش لدي حبة نزيد 5 حبات ندخلهم في طرف هذا الخيط الذي نكون نخدم به هو الخيط العلوي نعاود ندخل في نفس الحبة الأولى هكذا بهذه الطريقة ثم طرف هذا الخيط الذي نجوزه بمجرد ما أنني ندخله هنا تتكون عندي العقضة نحصلها في هذا الحبة وكي نستمر في العملية لازم نجوز الخيط في هذا الحبة بهذه الطريقة عندي كي نحسب في طرفي الخيط عندي أربع حبات من العقش نزيد أربع حبات من العقش عندي أربع حبات من العقش نزيد أربع حبات من العقش هكذا هكذا ندخل كامل على 6 حبات من العقش التي خدمتهم بهذه الطريقة هكذا هكذا نزيد هذا الخيط السفلي نجوز في هذا الحبة تكونوا عندي دائرتين نزيد راني في الدائرة الثاليثة عندي حبتين من العقش نزيد أربع حبات أن تكونوا ستة حبات مبنية على واحد في كل مرة أنني في آخر حبة ندخل الخيط ونكون العقدة التاعي هكذا هذا الخير دائما نجوزه بهذا الطريقة إذا تتذكروا نفس العملية بالنسبة لواقع الحرارة نفس الطريقة هنا راني رايح ندخل في هذا الحبة ونسترجع كما جرت العادة الحبة اللولى اللي بديت بيها بهذا الطريقة ونحسب في طرفي الخيط عندي ثلاث حبات عقاش يخصوني ثلاثة لكي يقولون عندي ست حبات قاعدة هذه السلة اللي هي سلة الفواكه نديروا قاعدة من ست حبات ثم أربعة أدوار أنا راني مجدأ أربعة أدوار بهذا الطريقة هاي لكم نلاجعوا مع بعض ست حبات القاعدية اللي درناها الدور الأول والثاني والثالث ونبعد نطلعوا بربعة مبنية على واحد ربعة مبنية على واحد دائما تكون بهذا الطريقة طريقة المعتادة أننا نبنيو في الجدار أو جانب هذه السلة بهذا الطريقة دائما نخدمو أربعة مبنية على واحد هكذا ونبعد نزيدو ندخلو مدامنا نخدمو أربعة مبنية على واحد يعني الحبات التالي العقاش نجوزو حبا بحبا كي نكونوا نبنيو على ثنين نجوزو لي حبتين عندي حبتين أربعة مبنية على واحد بهذا الطريقة هكذا ثم نزيد نجوز هنا انتي أختي المشاهدة كملي كامل هذا الدور بأربعة مبنية على واحد أنا ننتقلك للدور الثاني ونقدر نفهمك غير في جيهة واحدة بهذا الطريقة هكذا نكمل كامل هذا الجوانب أخدمي ربعا مبنية على واحد الدور الذي يجعله يكون ستة ستة دوائر وماذا نهي؟ هنا وين يكون الفي نخدمو نتأكد بأنه العقضاء هكذا نمشات لي نديرو ست حبات عدنازوج نزيدو هناك أربع حبات فقط من العقش وماذا نخدمها أفقيا بهذا الطريقة بنيت أربعة مبنية على واحد كنت طلعت جانب ذركها نخرج أفقيا هكذا بهذا الطريقة هناك نوصل لهذا الرؤوس هذا الرؤوس نخرج بوحدة فقط نجوز الخيط في حب عقاش في حب عقاش كي نحسب في طرفي الخيط عندي حبتين من العقاش نزيد أربع حبات نحسب في طرفي الخيط ثلاث حبات ثلاث حبات ثلاث حبات نزيد ثلاث حبات ثلاث حبات ثلاث حبات في كل دائرة بهذا الطريقة ثلاث حبت وصلت إلى الزاوية نجوز الخيط في حب وحدة فقط بهذا الطرق في حب وحدة مدين سوف نفعل لكم جيهة واحدة لا يمكنكم مجردون قام مجردون مع خمسة أشبار أصبحت أحدهم ونزيدون التقليلون. يقولون أنه لديكم ست واجهات. زوج حبات هنا. أصبحت أربع حبات. يقولون أنني لدي ست حبات. هنا تراجعوا معي في كل دائرة. يقومون بأسزال تعقش. لذلك نخدم الدور الذي أخذناه. نصبح أربعة مبنية على واحد وإنما لدورين. كما نبدأ في الدور الذي أربعة مبنية على واحد دائماً تكون عندي حبة نزيد ثلاث حبات في طرف خيط واحد تتكون عندي ربعة مبنية على واحد نجوز الخيط في حبة واحدة كما نحسب في طرفين الخيط عندي حبتين بمجرد ما نزيد حبتين تقول عندي أربعة كوريات دائماً العدد الأول الذي أنطق به هو عدد الكوريات التي نحتاجها في ذاك الدور هكذا هنا نخدم أربعة مبنية على واحد يجب أن نخدمها لدورين اثنين أنت ما تنسيش في كل مرة أخدمي كامل الجوانب وما تتقيديش بهذا العقاش فقط تنجمي تخدمي بالكريستال وتنجمي تخدمي بلونين حسب الطقم اللي يكون عندك هكذا حتى نهاية هذا الدور تنجمي تخدمي بالكوريات التي نحتاجها في سلة الفاكهة وحتى إذا القاعدة جاءتك صغيرة أنت أحسبي تستطيع أن تزيد حتى الخمسة أدوار أو ستة المهم لا تقوم كبيرة بزاف وكذلك لا تكون صغيرة هنا لا تقوم بزاف نكمل هذا الدور هكذا الدور الآخر اللي يكون ستة ستة في كل دائرة عدنا ستحبات من العقاش يعني نعود ونخرج كما درنا في هذا الدور هكذا أين يكون عندي؟ في هذا الأمور نعم مثل وفي هذا الزاوية نعم بحبه واحده كي نحسب في طرفي الخيط عندي حبتين من العقاش نزيد أربع حبات تولي عندي ستة حبات من العقاش هنا نعاود ندخل في حبة واحدة فقط لأنني وصلت للزاوية نزيد أربع حبات من العقاش تكون عندي ستة كي نحسب في طرفي الخيط عندي ثلث حبات عقاش نزيد ثلاثة المهم نحفظ على العدد ستة وفي الممارسة والتي نعرف أين نزيد زوج حبات ونزيد ثلاثة هكذا تكون عندي هذه الواجهة التي توجد هناك بهذه الطريقة كي نكمل هذا الدور وفي الممارسة التي توجد هناك ثلاثة أدوار ستة مبنية ستة في كل حبات عقاش كي نحصل على الزاوية لديكم طريقة لدينا دور واحد وهو ربعة مبنية على واحد وفي الممارسة التي توجد هناك ثلاثة أدوار ستة في كل حبات عقاش وفي الممارسة التي توجد هناك ثلاثة مبنية على واحد ثلاثة أدوار ستة في كل حبات عقاش ستكون لدينا هذه الحفة لسلة الفاكهة إن شاء الله أختي المشاهدة تكوني كتبتي كامل تفاصيل لكي تنجزي هذا النموذج اليوم اللي هو عبارة عن سلة الفاكهة نتلاقوا في حصص مقبلة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة